السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم نقدم لكم وحد درس اللي تيجي في الجلابة وفي القفطان كذلك ممكن استعملوه في الحاشية ديال القب وكذلك في الحاشية ديال الكم فهذه هي الطريقة اول حاجة تنتبتوا الخير وترجع بهذه المسافة هذي هنا حاولوا انكم تكبروا يعني المسافة المهم كل وحدة تاخذ المسافة اللي هي بنت لها مناسبة لان هاد درس تيجي في الارتفاع دياله كبير هاد شي علاش اللي بغاد الدرس يجيها صغير فتاخذ المسافة تكون صغيرة واللي بغاد الدرس يجي كبير تاخذ هنا المسافة تكون كبيرة فترجع للوي الخيط بهذا الاتجاه هذا وغادا رجع نطلع الابرق من وسط هاد نصف دائرة اللي كونت بهذا الطريقة هذي هنا عوضفش للوي الخيط تستعملوا هذي بش يجي قاسح اكثر انا هنا استعملت الخيط مبروم على 4 شعرات غير بش يبال لكم يعني واضح في التصوير اما ممكن تستعملوا الخيط يكون مبروم غير على 3 شعرات غادي يكون افضل لان 3 شعرات يعني تتبين الخدمة متقونة كتر غير هو بالنسبة للدرس فالخيط خستو يكون قاسح بش يبقى واقف يعني مع التصوير والاستعمال فهذا الدرس بحلت الى ما كانش تابت مزيان وقاسح فاتي بدي يعواج مرة مرة اتشي لاش قسحوا الخدمة مزيان يعني من توصلوا للدرس حاولوا انكم تزيروا ليدكم مزيان بش يجي الدرس مزير ميبقاش يعني يتلوا لكم من بعد سبين ومن بعد يعني الاستعمال فمن الافضل انه هنا نقصحوا يدينا في الخدمة فانه هنا دائما كما قلت لكم غاد ارجع يعني تنكون هاد نصف دائرة وترجع فيها الابرق الابرة اللي انا استعملت بهذا الشكل هذا ديما هاد كلو الخيط على ليدي وترجع في هاد الخيط الاول بهذا الطريقة هذي هنا كيني نعد الطرق ولكن انا فضلت انا نستعمل يعني هالطريقة بانت لي انها افضل فغاد نكمل حتى نوصل يعني للنهاية من بعد ما وصلت لهذا النقطة هذي اللي هي نقطة الارتفاع غنبعد منها واحد شوية وغندير غريزة هنا غرزة عادية كيف ما يعني متعودين ان احنا نخدموها وغرجع نبعد نفس المسافة كيف ما بعت من تم ملتم غرجع نبعد نفس المسافة كما قلت لكم هاد المسافة هي يعني غير محددة تقدرو تخدمو مسافة كبيرة وتقدرو تخدمو في نفس الوقت مسافة صغيرة على حساب كل وحدة والرغبة ديالها وش هي بغاد الدرس يجيها كبير ولا بغاد الدرس يجيها صغير هنا غاد ينقلب اليدي في الخدمة يعني نفس الطريقة ولكن بالمقلوب تنقلبوا اليدينا لان نحنا بدينا من هاد يعني من النهاية فهنا غاد يلو الخيط بهذا الاتجاه وترجع الابرة وتندخل في هذك الخيط الاول اللي غاد يبقى عندي هنا غاد يتبال لكم مختلفة وحد شوية على هذك اللي درنا في البداية ولكن هادا وش كل دياله تتعطينا من الاتجاه اليمين يعني ديكور ومن الاتجاه اليسار شكل اخر هنا تتبان بحظ دفايرا فديما تلوي الخيط وترجع في هذك الخيط اللي هو اللي تندرف فيه البرق تلوي هاد الخيط بهذا الشكل وترجع البرق فهد مكان هادا بش تكون عندي هاد الشكل هاد الشكل سراحة يجي رائع فهنا انا غاد نكمل الخدمة حتى نوصل هادك النقطة الارتفاع لانا ارتفعت منها فغادي نستمر حتى نوصل لها هنا تلوي الخيط كما قلت لكم هاديرها غرزة ترجع في هاد الفاراغ اللي عندي هادك الفاراغ من بعد فاش غادي نطلعوا غادي يبان لكم انهم غادي يجيوا بحل غرزات وحدة فوق وحدة هادك الفاصل ما بيه الاتجاه اليمين واتجاه الياسار فهنا نخلي ودوك جوج للولين وغادي نجيوا هاد الفاراغ هادا اللي عندنا هنه هو اللي غادي نخدمه عليه فهنا انا غاد ارتافع والان غاد ارجع ندير نفس الخدمة على هاد المكان هادا انا هنا غاد نسرع يعني الفيديو لان نفس الخدمة اللي خدمناها في الاول فهنا احنا من بعد ما كملت هاد الدورة هادي التانية ترجع دائما لهادك النقطة الارتفاع اللي ارتفعت منها هي اللي تنوضع عليها هاد الغرزة هادي بهالطريقة كما قلت لكم غاد جي غرزة فوق غرزة بحال الشكل اللي تنخدمو بيه عادي فهنا تنخلي هادوك جوج للولين وتنجيل هادك النقطة اللي كي نتم وغاد نحاول انني نخلي هنا الخيط واحد شوية مرخوف باش يعطيني هاد نصف دائرة فانا هنا غاد نكمل الخدمة بنفس الطريقة اللي خدمت بيها في البداية فهنا من بعد ما كملت فغاد نرجع لهاد النقطة هادي وغاد نوضع عليها كدلك نفس الطريقة نفس الأسلوب فغاد نرجع لهادك النقطة اللي قريبة بهاد الشكل كيف ما كتلاحظوا جاتي هنا بحل يعني هاد الشكل هاده رائع فالان انا غاد نرجع مرة اخرى نخدم بنفس الطريقة فغاد نجيل هنا وغاد نرتافع بهاد الطريقة هاده مهم انا غاد نكمل هاد الخدمة كاملة وصراحة يعني غاد نسرع الفيديو ولكن نفس الخدمة اللي خدمنا في الاسفل ولا نكملوها يعني بلا ما نسرع الفيديو بزيف فهنا انا غاد نستمر رح تنوصلي يعني لهادك النقطة اللي انا ارتافعت منها في البداية وغاد نكمل الخدمة بشكل عادي جدا فهنا من بعد ما كملت غاد نجيل هادك النقطة اللي ارتافعنا منها وغاد نوضع عليها غرزة لاحظوا معايا هنا رح تنوضع غرزة ايما شي يعني حبكة فهذه غرزة فهنا انا غاد نكمل هاد المسافة هادي والان غاد نوريكم يعني الطريقة النهائية باش غاد نختمو هاد الخدمة هنا اه اه اتذكروا معايا انكم ممكن اللي ما بغاش تستعمل يعني ثلاثة طبقات احنا وضعنا هنا ثلاثة طوابق فتوضع غير جوج يعني اللي فضلات ان الدرس يكون صغير خصوصا الا كانت جلابة دي الصيف يعني اذوك الجلال بليتيكون طوب دياله مخفيف بزاف اه اه فمن الافضل يعني تستعمل غير جوج طبقات لان اذوك الجلال بليتيكون خفاف ما تيبروش الدرس يكون كبير موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في المنزل اشتركوا في القناة ابن اخترتي تلوي غرجه خليين لاني عندي الخيط على 4 شعرات اللي استعملت الخيطع 3 شعرات ثلاثة اللويات يعني على حساب الخيط طأم اللي تيكون من برومش يعني على بزاف دير شعرات فتنلوي بزاف دير اللويات كما شفتو هنا نتنلوي غرج جرلويات وغديرجع في هاد درس الاول هاد الاول اللي انا يخدمتو وهنا غنوضع غر غرزات عاديين اللي بغدت هنا توضع يعني درسات ووضع هاق مش اشكال كله واحد وكيفاش تخدم هاد الهارم الصغير اللي تنوضعوه الفوق بتستتوضع درسات التحت ودرسة الفوق تتخدمها بالغرازي انا هنا وضعت غرج وش درسات ووضعت لها الغرازي اللي انا مبغيتش ارتفاعي جيني عالي بزاف فارجعنا هنا هبطنا بغرزة وهنا غدين هبط بغرزة ولكن غدين نكمل بالدرس ما نكملش يعني بالغرازي كاملة الاسفل هالدرس هذا اللي ما بغاتش يعني تستعمل نفس اللون فهي تهبط بالغرازح تل تحت وترجع تدرسها من بعد يعني ترجع تدير لها الدرس وملي توصل الاسفل توصل توب تدخل برا في وسط توب يعني باش ما يبانش هذك هذك الخيط يبقى يعني مشوه الجمال ديل الدرس فتخبي هذك الخيط في فوصل توب وترجع مرة اخرى وفي هذك الدرسة التانية تخدم فيها بنفس طريقة توضع الدرس بلون اخر انا هنا مبغيتش انعقد الامور بزا فتش عريس تعملت نفس اللون اللي انا كتخدامه بي بقيت خدامه بي حتى الاخر ولكن الا استخدمتوا لون اخر للدرس غادي يعطيها جمالية اكتر ودائما الخدمار تعتمد على اللون ديل الجلابق او اللون ديل القفطان كتعتمد عليه بزاف فهو اللي تعاونه كيفاش ندخلو الالوان في بعض اياتهم وكيفاش يعني نصيبو هذ الخدمه وجيم زيانه فهنا انا غادي نكمل هذ درس هنا هذ الخيط هو قرب اتقاده فانا حيته كملت هذك الدرس ووضعت خيط اخر جديد فهنا احنا ختمنا هذ العمل هذي الطريقة نهائية الان لاحظوا معايا هنا كيفاش غادي نبدأ الدرس جديد فتندفن هذ الخيط فوس التوب ترجع نبدأ من البداية هذي هي الطريقة اللي قلت لكم خدموا بهذا الدرس يلا بغيتوا تخدموه بلون اخر دفنو الخيط فوس التوب بهذا الطريقة تندفنوه يعني فوس التوب باش ما يبقاش يبان العيب يعني يديه فو يبان كبير وترجع هنال هذ النقطة هذي النقطة يعني الاولى هنا تنبغي اللسق هذ الدرس الثاني مع الاول فتنجي نضرب في هذك الدرس الاول بلما نضرب في التوب يعني نخدم عليه فغادي نرجع نفس الطريقة هناليا كملوا بها الخدمة لنهاية كنتمنى ان هذ الفيديو هذينا الاعجاب ديالكم وما تنسوش اللي اعجب هالفيديو تبارتاجيه مع الاصدقاء ديالها والصادقات يعني خصوصا اللي مهتمين بهذا المجال وما تنسوش كذلك القناة دي الكروشي اللي تيعجب هالكروشي تنضم القناة هتلقوا الرابط في صندوق الوصف اسفل الفيديو هتلقوا الرابط ديال القناة دي الكروشي كنتمنى ان هذ القناة والفيديو هات اللي وضعت فيها ينالوا الاعجاب ديالكم بتنحاول نوضع ليكم دائما الجديد وكنتمنى ان هذ الفيديو هات هذو ينالوا الاعجاب ديالكم وشكرا على المتابعة ترجمة نانسي قنقر